وفي ملف العلاقة العراقية التركية أفادت مصادر سياسية وأمنية بأن تركيا خرقت مذكرات التفاهم التي وقعتها مع الجانب العراقي أثناء زيارة أردوغان لبغداد الشهر المنصرم وأشارت المصادر إلى أن تركيا أقدمت على قصف بعض مواقع مسلحي حزب العمال في مناطق متفرقة من البلاد مبينة أن ملف المياه بقي على حاله بينما يتوقع خبراء أن يشهد العراق تراجعا في حصصه المائية مع اقتراب موعد شهري تموز وأبا وأضافت المصادر أن هناك عرقلة سعودية لمشروع ممر التنمية كما أن الكويت تعارض المشروع لأنها تعتبر نفسها همشت في هذا المشروع موضحة أن التقدم صفري في التفاهم والاتفاق مع تركيا لكن يمكن التأكيد على أن التعامل مع العراقين المرحلين من تركيا بات أقل حدة من بقية الجنسيات وهذا لا يرجع إلى الاتفاقات بل يعود إلى المال العراقي المتدفقي إلى الخزانة التركية